حد سمع قبل كده عن وقت الهانيمون بتاع الشغل في الشركات الجديدة ده أول ما تخش كده أي شركة جديدة تقول لك إيه إسبوع إسبوعين ممكن شهر شهرين ماكسيمام ثلاث شهور طيب أنت إيه؟ مش هقول ما بتشتغلش لا بتشتغل جامد جدا ومطحوم وكل حاجة بس عندك إيفوريا بقى مبسوط قوي بشغلانة والباشن جواك هيفرقع الدنيا والحماس في السماء وحاس أنت إيه؟ يعني خلاص أخذت كل اللي إنت نفسك فيه وأخذت كل اللي طموحك فيه أو أنك حاس أن دي جود ستارت حطيت رجلك فيها عشان تاخد الخطوة الإيجابية أنا أتكلم النهاردة عن الناس الإيجابيين اللي هو إيه بيبقى يشتغل عشان ياخد خطوات إيجابية في كارير بتاعه بس بعد ما عدت ثلاث شهور دي قلت بقى إيه؟ خلاص أنا أموري استقرت أنا بدأت الدنيا تحلوة بالنسبالي أنا بدأت يعني أشتغل حاجة اللي أنا بحبها بعد كده قلت إيه طب وبعدين يعني واس ناكست؟ إيه اللي أنا أعمله بعد كده يعني ماشي وحلو جميل بشتغل وبدليفر وبشتغل ترفورمانس كويس بس لقيت في حاجات غلصة معي في الشغل بدأ إيه مديري قللي إيه ده أنت عم بتفكر بقى في اللي بعد كده ده أنت عايزت ترقية بعدها طب استنى بقى نتكلم بقى إيه لندي لك شوية شغل زيادة بقى وتبدأ بقى إيه تتخنقوا كده مع بعض وما فيه مود فرستريشن ومود إحباط كده مش مفهوم أول وآخر وانت مش عارف انت رايح فين وجاي منين والشتكة ماشي ازاي والدنيا ماشي ازاي وبخناقة كده زي بتاعت مازلجل وأفروديت وانت متوب مش عارف ايه هتبدأ إزاي الكتريبها بتاعك. لو انت موريت ب BeyonceATنشي جدا ؟ في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على田ريد كده انت ممكن تستخدمه بعد ال�unuz هالي من المحكمه أحسن في الشركات رقم اثنين لو انتهاء صحيح سنتحدث في سلسلة الفيديوهات الثانية وبنى اختصف سلسلة هي فإنك يوفل الم dud بنكلم فيه على استراتيجي وسبع خطوات انت محتاج تعملها نهاردة عشان ان شاء الله تقدر تلاقي فرصة كويسة تلاقي فيها في شغل الدعاية والاعلان في او شغل او شغل شركات الادوية في الهيلف كير طيب نبدأ نتكلم خطوة خطوة كده انت النهاردة عديت الهانيمون بريدز ودخلت الشركة عريف السيستم الناس بتلك الف وبروك يا فهندب الف الف وبروك يلا تعالي احتفاليات كبيرة قوي خرجت مع اصحابك الدنيا بقت مبسوطة الدنيا حلاوت في عديك عدى اول شهر اخدت الترينيج والتراتيج واخدت الحاجات كلها انا نهاردة بتكلم على شركات الادوية بس ممكن حد تاني يكون دادو يقدر يشوف دوت ميك سنس في شركات اللي فيها سيلز اخدت كل اليوثوريا اللي انت فيها دي وبقيت مبسوط والناس عمالة فرحانة بيك وكل حاجة وعايز بقى ايه يلا انا ابدأ اقول ايه طب هو انا عايز اعرف الشركة دي لو انا ما عنديش المعلومات دي ايه الخطوات اللي فيها بعد كده هو ايه ده وده راجل وده راجل وده 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 طب انا عايز اوصل في يوم من الايام لحاجة زي كده وطبعا الطموح حلو وكويس وان انت يوبا نفسك توصل لحاجة زي كده وانك تكبر في كبير بط بتاعك ودي حاجة مهمة جدا لأي حد في اي شغلانة ان هو يكبر في كبير بط بتاعه اول ما تبدأ تاخد بقى الديسكوشن دي مع بعض الناس اللي في الشركة هتقول لك اه اه يا توتو انت لسه جاي جديد يا بابا في ايه مالك انت لسه بدء الشغلانة النهاردة في ايه مالك انت لسه ابنبارح يا ابني انت لسه بيتعلم في الشغلانة. كلامة يا جماعة ايه مش بس جاي انه ان ما شفته الادي مع الناس كتtre جدا في شركات كتيرة انا محصلش في الاول انا احصل لي في بعض ببطري attachingشات فيciv الكرير. مش هقدر اتكلم عنها عشان لكن جاي نهاردة نتكلم على عموما اللي ممكن يحصل في الشركات عشان انت تقدر تعد الفترة دي. فهيتقال لك ايه يا حمادة انت لسه محتاج تشتغل كويس الاول يعني وريني اول شغلك كده ووريني اتوب الاول جامد في الشغلانة بتاعتك. بعد كده نتكلم في الحاجات اللي بعدها. الكلام ده يا جماعة مش وحش يعني يعني ارجع كده وهدي عصابك. وانا عارف ان لاي حد في الدنيا بيوبا نفسه دايما الحاجة الاحسن يعني. يعني كل واحد نفسه. الطمع موجود عند النفس البشرية. الناس كلها نفسها في الحاجات اللي مش معاها او الحاجات اللي شايفة ان هي تستحقها. ومفيش اي مشكلة انك نفسك توصل للحاجة اللي بعدها. بس انت بتاخد نهاردة مرتبك على انك تشتغل كويس في شغلانتك دي. اللي انت ماضي عقد عليها. وبقول لكم الكلام ده وانا اكتر واحد اتقلمت في وقت من الاوات على الكرير بتاعتي. بس عايز اساعدك نهاردة ازاي انت تاخد الموضوع بشكل ايجابي من غير ما تقبها بل. وفي نفس الوقت ده تشتغل على الكرير بتاعك وتشتغل على بتاعتك وتشتغل على بتاعتك وتشتغل على تطور اللي انت محتاج تعمله مع نفسك وتزبط للشركة اللي انت فيها. ويه للماركت ان انت مختلف وتقدر تعمل حاجة مختلفة. بس نيجي على اول سؤال. اول انت ممكن تكون بتتفرج على الناس دي كلها وانت مش فاهم. وتشز تمام. مفيش اي مشكلة. دي حاجة مش غلط. عايز اتعلم. بس ممكن يجي انت بتتفرج على الناس دي وانت مش عارف انت عايز ايه. انت دخلت في الشغلانة بقى لك سنة سنتين تلاتة. كسرت بقى الهانيمون بريد والبرفومس وعدى الوقت الاولاني دوت. وعملتك كويس او عادي او وحش اتعلمت بقى تتطور في نفسك كملت في الشركة. بس ما بقيتش عارف ما انت عايز ايه. وانت عايز تشتغل في مجال تسويق. ولا مجال الماديكل. ولا مجال الماركت اكسس. ولا مجال اه. ولا عايز تروح للمصنع وتغير الجوب. يعني لو انت متلغبط في حاجة زي كده ومش عارف انت عايز تعمل ايه. تعالي بحضن اخوك. انا مريد مرحلة بالمراحل دي. وده عادي جدا. اردو انا قلتلكم ان انا اشتغلت على حاجات كتيرة في بتاعتي ايام الكلية وبعد الكلية ونشطات كتيرة جبا في الكلية. مش مش نشطات طلبة عادية كانت حاجات فيها نشاط علمي وبنعمل صفت سكيلز. كنت تبدي كورس كتيرة جدا في السيلنج سكيلز. بريسنتيشن سكيلز. كمينيكيشن سكيلز. اشتغلنا في فاندريزنج في ماركتنج اكتيف ديز. مش انا الواحدة كان في ناس كتيرة جدا. كان سمارت زي واحسن مني. وتعلمنا مع بعض الحاجات دي في كلية. وكانت ارجع لها في فيديوهات لو انت مش عارفها. طيب المهم من النهاردة وكلمت فيها برضو على الدروس مستفادة اللي انت ممكن تقدر تطور من نفسك فيها. المهم النهاردة انت لو مش عارف انت عايز تعمليه. او مش عارف الشغب بتاعك فين. او مش عارف تاخد الفرصة انك تجرب دوت. لان في عندك طابور كبير قوي في الشركة. ومش عارف تاخد الخطوات فيها. وخايف انك لما تروح شركة تانية هتبدأ من الاول تاني. وهتبدأ خطوة بخطوة. والموضوع من نسبة لك ممكن ما يبقاش ممتع. ويبقى ايه مرهق مرهق نفسيا. فخلينا نتكلم شوية حاجات انت ممكن تعملها النهاردة عشان ان شاء الله نقدر نساعدك انك تاخد الخطوة الاولى في انك تعرف الشغب بتاعك.